انطلاقا من ضرورة العمل على الاستثمار في المجال الثقافي والإبداعي اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب بأعضائه لمناقشة مشروع نشر الثقافة في المجتمع السوري على أوسع نطاق هناك رغبة حقيقية بأن يكون هناك نوع كبير من التعاوم ما بين اتحاد الكتاب العرب وما بين الوزارات المعنية بمعنى مثلا عندما التقينا مع السيد وزير التربية قدمنا له الكثير من المقترحات الاهداف الأساسية التي سعى الأعضاء للتركيز عليها في حديثهم هي التواصل مع أكبر شريحة معنية بالثقافة إضافة لتسليط الضوء على المواهب الشابة التي تملك القدرة على الإبداع وإعطائهم فرصا لطرح أفكارهم خطة ليست فقط مركزية خطة للعاصمة والاتحاد وخطة لفروق الاتحاد في المحافظات تكليف كثير من أعضاء الاتحاد الكتاب بتوثيق بطولات الجيش العربي السوري من الناحي الأدبي وأصداره بكتاب والانتقال من أجل تحقيق هذا الموضوع إلى كل الأمكنة والمحافظات السورية هذا الاتحاد وقع تفاهمات كثيرة على الأقل سبع وزارات في الدولة أكيد الثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي وغير ذلك حتى الخارجية حتى الداخلية تم تفاهم معها الهدف الاستراتيجي على الاتحاد أن يعمل ويريد أن يعمل كما يجب أن تعمل كل مؤسسات الدولة وخصوصا بهذه الفترة فالعمل الحقيقي الجهاد حقيقي وصبر وإيمان بالانتماء المقدس للوطن هذه الخطوة جاءت تأكيدا على أهمية الثقافة واعتبارها العماد الأساسي الذي تقوم عليه المجتمعات وتوجيه العقول الشابة لبناء وطنهم ترجمة نانسي قنقر